اشتركوا في القناة من أنها عش آل محمد ومن أنها مأوى شيعتهم لكن هذا لا يعني أن كل شيء فيها سيكون على أكمل وجه هذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 214 الحديث الحادي والثلاثون بسنده عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن أبو الحسن الأول أبو الحسن الأول هو إمامنا الكاظم صلوات وسلام عليه إمامنا يقول قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم مكان يأوي إليه الشيعة المأوى هو المكان الذي يطمئن ويطمئن الإنسان فيه يجد راحته فيه هذا هو المأوى قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم ولكن ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء فحينما تمتد حقوم هذا المديح نسبي لا يوجد مديح مطلق لمجتمع لأمة مهي بمعصومة المديح المطلق يكون للمعصوم فقط سلمان الفارسي ورد بخصوصه مدح عظيم وورد بخصوصه قدح أيضا فسلمان ليس معصوما سلمان له منزلة جليلة له رتبة كبيرة لكنه ليس معصوما فلن يمدح مدحا مطلق المدح المطلق للمعصوم فقط وحين أتحدث عن المعصوم إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم هناك معصومون لكنهم ليس في هذه الدائرة عقيلة بني هاشم معصومة لكنها ليست في هذه الدائرة إنها عصمة بحسبها قمر الهاشميين معصوم لكنه ليس في هذه الدائرة التي أشرت إليها قبل قليل عصمته بحسبه والقائمة تطول وكذاك الحال حينما نتحدث عن عصمة الأنبياء وأوصيائهم معصومون ولكن بحسبهم العصمة المطلقة هي عصمة محمد وعلي وفاطمة وعصمة ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم إنها العصمة التي إذا أردنا أن نعرفها هي عصمة الله مثل مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عصمتهم عصمة الله وعصمة الله عصمتهم من حيثهم من حيثهم لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك من حيثهم فحينما يمدح القميون هذا المديح نسبي وإمامنا الكاظم حينما تحدث عن هلاك جماعة من شبابهم الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه النقطة من أن المديح يكون نسبيا الإمام ليس مهتما بالحديث عن هؤلاء الشباب الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه الجهة بالدرجة الأولى أما ما جاء من حديث عن هؤلاء الشباب فهذا يأتي بالدرجة الثانية هكذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قم عش آل محمد ومأوى شعتهم ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أيضا في الحديث الثاني والثلاثين من المصدر نفسه ومن صفحة نفسها وأقرأ من صفحة ميتين وخمسطعش إمامنا الصادق يقول إذا أصابتكم بلية وعناء بلية وعناء في زمن الصادق بالدرجة الأولى تأتي من جهة العباسي إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقم لماذا يا ابن رسول الله يقول لنا فإنه فإنه هذا الضمير جاء مذكرا إذا كان الكلام بنصه ولا أعتقد أنه بنصه لكن إذا كان الكلام بنصه فإنه يعود على تقدير نقدره فعليكم بموضعي قم بمحلي قم فعليكم بقم فإنه فإنه مأوى الفاطميين ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان في قادم الأيام وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبون عنا ويبعدون منا حينما يقول عنا هل هو يتحدث عن المدينة المنورة وهل حاجر أهل المدينة المنورة في مقطع من التأريخ بشكل واضح إلى مدينة قم إنه يتحدث عن العراق فالعراق موطنهم وإن لم يكونوا قاطنين فيه وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبون عنا ويبعدون منا إنه يتحدث عن علي فعلي في العراق إنه يتحدث عن حسين فحسين في العراق إنه يتحدث عن موسى بن جعفر عن ولده فإنه سيكون في العراق وكذاك الجواد وكذاك الهادي وكذاك العسكري وكذاك صحب الزمان وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا وذلك مصلحة لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وما أراد أحد بقم وأهله سوءا إلا أذله الله وأبعده من رحمته الحديث الثالث والثلاثون عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن للجنة ثمانية أبواب ولأهل قم واحد منها فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم الروايات كثيرة وكثيرة جدا صفحة مئتين وصطعش الحديث الثامن والثلاثون بإسناده عن عفان البصري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عفان البصري يقول قال لي الإمام الصادق أتدري لما سمي يقوم قلت الله ورسوله وأنت أعلم قال إنما سمي يقوم لأن أهله أهل هذا الموضع يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه هؤلاء هم القميون يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه وحديث هو الحديث الثالث والأربعون عن الأئمة صلوات الله عليهم صفحة 217 من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار لو لا القميون لضاع الدين لو لا القميون لضاع الدين هذا الحديث شرحته بشكل مفصل في برامجي السابقة يا ليتكم تعودون إلى ذلك الشرح شرح شرح مهم وبيان دقيق للمنهج القمي الذي يحفظ الدين أنا لا أتحدث عن منهج حوزة قم التي منهجها منهج حوزة النجف تحدثت عن منهج ينمى إلى أئمتنا تحدثت عن منهج سعدن الأشعري وزكريا وزكريا ابن آدم تحدثت عن منهج شيخنا الصفار صاحب بصائر الدرجات وعن ابن بابوي والدي الشيخ الصدوق وعن علي ابن ابراهيم القم وعن أبيه ابراهيم ابن هاشم تحدثت عن ابن قولوي وتحدثت عن الكليني وعن النعماني النعماني الذي هو عراقي ولم يذهب إلى مدينة قم إطلاقا أنا أتحدث عن منهج لا أتحدث عن جغرافيا حينما أحدثكم عن المنهج القموي الحديث يتناول يتناول هذا المضمون لولا القمويون لضاع الدين إذا بقينا إذا بقينا على حوزة الطوس فإنها قد ضيعت الدين من أول لحظة من لحظات تأسيسها المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفت وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصحر وراية الأبقع وراية السفياني هناك روايتان خطيرتان جدا 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 بخصوص مدينة قم الروايتان ذكرهما الشيخ المجلسي في الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة ميتين واثنعاش إنه الحديث الثاني والعشرون صفحة ميتين وثلاثة عشر تتمة الحديث مع الحديث الثاني وهو الثالث والعشرون حديثان خطيران جدا وباعثان كذلك على الأمل بل على الفرح لأن الحديثين يتحدثان عن واقعنا الذي نعيشه اليوم هذان الحديثان ليس بأيدينا نصهما الأصل ولذا فإنني أتعامل معهما بنحو إجمالي من جهة فهم مضمونهما لن أدقق كثيرا كعادتي في التدقيق في ألفاظ النصوص التي أعتقد أنها مروية عنهم صلوات الله عليه هذان الحديثان مرويان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وأدل دليل على أن الحديثين مرويان عن الصادق مضمون الحديثين إنه يتحدث عن شيء موجود في زماننا هذان الحديثان مصدرهما الأصل كتاب تأريخ قم هذا كتاب تأريخ قم لكن الذي بين يدي هو ترجمة لكتاب تأريخ قم الأصل الكتاب في أصله كتبه كاتبه باللغة العربية تأريخ قم مؤلفه الحسن ابن محمد ابن الحسن الأشعري القم كان معاصرا للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق متى توفي توفي سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة مؤلف الكتاب كان معاصرا للشيخ الصدوق الدليل على أنه معاصر للشيخ الصدوق ما رواه في كتابه أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل الصغيرة فالحسن ابن محمد الأشعري القمي كان معاصرا للصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة يعني أن المؤلف وأن الكتاب من أهل أواخر القرن الرابع الهجري كما قلت لكم الصدوق توفي سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة يعني في الربع الأخير في الربع الرابع من القرن الرابع الهجري النسخة العربية ليست متوفرة لدينا هناك من ترجمه ترجم في بدايات القرن التاسع الهجري ما بين أواخر القرن الثامن الهجري وبدايات القرن التاسع الهجري ترجمه الحسن ابن بهاء الدين القموي فنقله من العربية إلى الفارسية وهذه الترجمة هذا هو الموجود بين أيدينا الكتاب بنسخته العربية ليس موجود حتى المجلس صاحب البحار ماذا قال في مقدمة كتابه البحار هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي في مقدمة بحار الأنوار المجلس ذكر تعريفا بالكتب التي نقل منها صفحة 42 هكذا يقول المجلس صاحب البحار وتأريخ بلدة قم كتاب معتبر لكن لم يتيسر لنا أصل الكتاب وإنما وصل إلينا ترجمته هذه النسخة التي بين يدي هذا هو الذي نقل منه المجلس وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم مثل ما هنا في الجزء السابع والخمسين هذا الجزء من مجموعة أجزاء السماء والعالم أقرأ كلام المجلس مرة أخرى عليكم في مقدمة البحار وتاريخ بلدة قم يتحدث عن كتاب تاريخ قم وتاريخ بلدة قم كتاب معتبر لكن لم يتيسر لنا أصل الكتاب باللغة العربية وإنما وصل إلينا ترجمته هذه النسخة التي عندي وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم في كتاب السماء والعالم من جملة عنوين موسوعة بحار الأنوار هذا هو الجزء السابع والخمسون من مجموعة الأجزاء التي عنوانها السماء والعالم هاتان الروايتان لم يتوفر لدى المجلس نصهما الأصل بالعربية وإنما توفر لدى المجلس نصهما باللغة الفارسية هذه الطبعة طبعة مكتبة المرعش النجفي مكتبة كبيرة معروفة في مدينة قوم المقدسة وإنما أصفها بالمقدسة لأن الأئمة وصفوها بأنها تربة مطهرة مقدسة هكذا وصفوها قطعا الحديث في بعدها المعنوي العميق وليس الحديث عن أناس يقطنون فيها الذين يقطنون فيها فيهم الصالح والطالح الحديث هنا عن مدينة قوم حديث عن منظومة عقائدية معنوية لها رموزها رمزها الأول معصومة آل محمد إنها عزيزة الرضا فاطمة بنت باب الحوائج هذا هو الرمز الأول الرمز الثاني مسجد جمكران مركز من مراكز قائم آل محمد الرمز الثالث عيون وأعيان شيعة آل محمد زكريا بن آدم إنه المأمون على الدين والدنيا وأمثاله في ثرى قم هناك كثيرون من أمثال زكريا بن آدم عبر التاريخ ما قدره إمام زماننا لمدينة قم في عصر الغيبة الكبرى أن جعلها بديلا عن الكوفة زمان الغيبة الكبرى إنها عاصمته عاصمته زمان الغيبة الكبرى الحديث عن عاصمة اعتبارية وإلا فالعاصمة الأصل هي الكوفة هذه عاصمة اعتبارية تشريفية لماذا لأن الإمام اتخذها مقرا وجعلها خزان احتياط لبرنامجه المهدوي الروايات تحدثنا عن ذلك ما أنا الذي أتحدث هذا الكلام ما هو بمقترحات من عندي سأقرأ عليكم الأحاديث لكنني لا أريد أن أخدعكم لا بد أن أضع النقاط على الحروف فحينما أقرأ عليكم الأحاديث لا بد أن تعرف مصادرها ومن أين جاءت هذا هو تأريخ قم باللغة الفارسية وهذا هو الكتاب الذي اعتمده المجلس حينما نقل هذين الحديثين صفحة ميتين أو ستة وستين وما بعدها ميتين وسبعة وستين ميتين وثمانية وستين ميتين وتسعة وستين جاء ذكر الحديثين هنا باللغة الفارسية المجلس ترجم الحديثين إلى اللغة العربية النص الأصل ليس موجودا عندنا ولا نعلم علم يقين أن المجلس هو الذي ترجم الحديثين بنفسه أم أن شخصا آخر فهناك كثيرون كانوا يعملون لدى المجلس في جمع أحاديث البحار شيخ عبد الله البحراني كان له الفضل الكبير في ترتيب وتبويب بحار الأنوار من تلامذة المجلس صاحب العوالم يمكنني أن أقول من أن الذي ألف البحار هو عبد الله البحراني تحت رعاية المجلس عبد الله البحراني بذل جهدا عظيما في تأليف بحار الأنوار كذلك عبد الله أفندي الإصفهاني صاحب الرياض أتحدث عن رياض العلماء وحياض الفضلاء إنه كتاب معروف في تأريخ وسيرة كبار علماء الشيعة رياض العلماء وحياض الفضلاء لعبد الله أفندي الإصفهاني أكثر كتاب البحار كتب بخط يده إذا ما أردنا أن نعود إلى النسخ المخطوطة القديمة الأصلية لبحار الأنوار ما بقي منها فأكثر البحار كتب بخط يده نعمة الله الجزائري صاحب المؤلفات المعروفة كالأنوار النعمانية وغيرها كان أيضا مشاركا في تأليف وجمع بحار الأنوار فضلا عن كثيرين ممن كانوا يشتغلون في جمع الكتب ونسخ الأحاديث كانوا يشتغلون بالأجرة في مؤسسة كبيرة افتتحها المجلس الذي كان بمثابة الوزير الأول في الدولة الصفوية آنذاك في أيام حياته حينما تقرؤون على كتاب بحار الأنوار من تأليف شيخ الإسلام المجلسي هذه وظيفة حكومية شيخ الإسلام يعني الوزير الأول يعني المستشار الأعظم يعني رئيس الوزراء كما في أيامنا فالمجلسي كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية في عاصمتها إصفهان وقد افتتح مؤسسة أنتجت لنا بحار الأنوار وسائر كتب المجلسي التي هي كثيرة وكثيرة جدا وكان هؤلاء الأعلام الذين أشرت إليهم يديرون هذه المؤسسة بإشراف من المجلس نفسه الذي كان مشغولا بشؤون الحكم فلا ندري هذه الترجمة من المجلس من هؤلاء من غيرهم على أي حال كما قلت لكم في النسخة الفارسية من تاريخ قوم بحسب طبعة مكتبة المرعش النجفي صفحة 266 إلى صفحة 269 هذان الحديثان موجودان باللغة الفارسية وترجمهما من ترجمهما حينما أثبت الحديثان في بحار الأنوار فهذان الحديثان الذان سأقرأهما عليكم ترجمة لترجمة بالفارسية لحديثين في الأصل باللغة العربية رويا عن إمامنا الصادق وأثبتهما مؤلف تاريخ نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبو جعفة يا أبو حمزة يا أبو حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجر وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله الحديث الثاني والعشرون بسنده عن أبي الأكرات علي ابن ميمون الصائخ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد الاحتي الاحتيجاج بالكوفة هو احتجاج بالمنظومة المعنوية للكوفة مثل ما حدثتكم قبل قليل عن المنظومة المعنوية لمدينة قم السيدة المعنوية السيدة المعصومة السيدة المعصومة مسجد جمكران زكريا ابن آدم وأمثاله وهم كثيرون ما قدره صاحب الأمر لمدينة قم أن تكون مقرا ومركزا وخزان احتياط لبرنامجه المهدوي كذاك هي الكوفة لها منظومتها المعنوية والعقائدية ويطول الحديث بالكوفة ومنظومتها العقائدية المقام ليس منعقدا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة يرد ذكرها في طوايا الكلام الوقت يجري سريعا أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد هذا احتجاج بمنظومتها المعنوية إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها بالمؤمنين من أهلها وليس بكل أهلها وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرقي والمغربي من الجن والإنس ولم يدع الله قم وأهله يفترض قم وأهلها ولكن هذا من الترجمة إلا إذا أريد أن يعود الضمير على مقدر مذكر موضع محال ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا هذا التذكير هنا جاء كما يبدو بسبب الترجمة وإلا فإن السياق الأصل لا بد أن يكون ولم يدع الله قم وأهلها مستضعفا إلا إذا أريد أن يعود الضمير على مذكر مقدر موضع محال مكان ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا المراد من الاستضعاف هنا الاستضعاف الديني هناك استضعاف مجتمعي وهناك استضعاف سياسي وهناك استضعاف ديني الاستضعاف المجتمعي حينما يكون المجتمع على طبقات كما كانت المجتمعات تقسم طبقات النبلاء وطبقات الأقنان وهي على درجات طبقات الأقنان على درجات مثلما هناك تقسيم اجتماعي موجود في بلادنا العربية ربما حسر في هذا الزمان الإقطاعيون الذين يملكون الإقطاعيات الكبيرة والذين يعملون عندهم يعملون بالسخرة المجتمعي ولربما بما هو دون ذلك فالإقطاعيون لهم منزلة اجتماعية والعاملون لديهم لهم منزلة أخرى هذا هو الاستضعاف المجتمعي وهناك استضعاف سياسي حينما تتسلط فئة على شعب على أمة على مجتمع ويستضعفون ذلك الشعب ذلك المجتمع وهناك استضعاف ديني الاستضعاف الديني قد يكون مجتمعيا في بعض الأحيان كما هو الحال في الديانة الهندوسية فإنهم يقسمون المجتمع وفقا لأحكام الديانة الهندوسية للهندوس أنفسهم يقسمونهم إلى طبقات وهناك طبقة المنبوذين ويجب عليهم دينيا أن يعتقدوا بأنهم من أبناء هذه الطبقة وهناك طبقة رجال الدين إلى سائر الطبقات الأخرى طبقات شريفة وطبقات وضيعة أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكنني أكون مضطرا في بعض الأحيان لبيان هذه المضامين المستضعف الديني هنا هو المستضعف العقائدي من هو هذا المستضعف العقائدي هو الذي لا يمتلك قدرة عقلية لا يمتلك قدرة علمية لا يمتلك قدرة ثقافية أن يميز بشكل واضح بين الحق والباطل وأن يقيم الأدلة على ما هو حق وأن يقيم الأدلة على ما هو باطل هذا هو المستضعف الديني العقائدي الإمام يتحدث عن هذا المعنى ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا فقم كانت مركزا للعلم الديني منذ بداية تأسيسها متى تأسست قم قم تأسست قبل النجف 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 بما هي نجف فهي أرض مقدسة منذ بداية خليقة الأرض لكنني أتحدث عن المدينة عن مدينة النجف مدينة النجف صارت مدينة بعد أن انتخل الطوسي إليها وأسس حوزته في النجف وإلا فإن النجف لم تكن مدينة مدينة بعنوان المدينة إلا بعد أن انتقل الطوسي إلى النجف واستقر فيها كانت قرية صغيرة البيوت فيها معدودة نحن نتحدث عن سنة 448 منتصف القرن الخامس الهجري بينما مدينة قم متى أسست أسست في السنة الثالثة والثمانين من الهجرة أسست زمان الحجاج الثقفي في ذلك الوقت أسسها شيعة عراقيون من الكوفة من قبيلة بن الأشعر ولذا فإن هذه النسبة الأشعر موجودة في تأريخ قم منذ بداية تكوينها وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا أقول للذين يعيشون في مدينة قم الآن دققوا في أسماء اليافطات على المحلات أو على المكاتب أو على العيادات في شارع آزر في مدينة قم ستقرؤون كثيرا من الأسماء العربية ستجدون اسم أشعر يتكرر في هذا الشارع وغيره في مدينة قم وستجدون اسم مدحجي وغفاقي غافقي وأشتري نسبة لمالك الأشتر وربيعي نسبة إلى قبيلة ربيعا وهؤلاء هم شيعة عراقيون أسسوا هذه المدينة منذ بداياتها مرت علينا رواية طرأتها عليكم عن إمامنا الصادق وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبون عنا ويبعدون منا بحسب تتبعي لتأريخ قم لم تكن هناك انتقالة عراقية شيعية إلى قم مثل ما حدثت في بداية الثمانينات وما بعدها جيلنا هو الجيل الذي هاجر إلى قم ولا زال العراقيون الشيعة يتواجدون في مدينة قم إلى هذه اللحظة وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبون عنا ويبعدون منا وذلك مصلحة لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم أعود أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد واحتج ببلدة قم على سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس ولم يدع الله قم وأهله مستضعفاً بل وفقهم وأيده أنصار علماء ما كانوا مستضعفين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل ولا يستطيعون أن يقيموا الأدلة على حقهم والأدلة على باطل أعدائهم ولم يدع الله قم وأهله مستضعفاً بل وفقهم وأيدهم ثم قال ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الدين وأهله بقوم ذليل المراد من هذا الكلام كما يبدو من خلال كل تفاصيل النص مع ملاحظة أن الحديث مترجم عن ترجمة باللغة الفارسية للحديث للحديث الأصل الحديث الأصل ليس بأيدينا الذي بأيدينا ترجمة له وهذه ترجمة من قبل المجلس للترجمة الفارسية لأصل الحديث الذي هو باللغة العربية ثم قال قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الدين وأهله بقوم ذليل يبين بعد ذلك إمامنا الصادق ولولا ذلك لولا أن يبدو حال مدينة قوم وحال سكانها في الأزمنة السابقة أن يبدو الضعف والهوانة على هذه المدينة لضعف الجانب الاقتصادي فيها ولصغرها ولولا ذلك لأسرع الناس إليه لأسرع الناس إلى مدينة قوم فخرب قوم خرب قوم لأنه عش مكان يأوي إليه الخائفون من الهاشميين ومن أشياع أهل البيت إذا صار مفتوحا للجميع فحينئذ انتفت الفائدة وانتفت المنفعة وما عهدت قوم عشا لآل محمد وما عادت مأوا لشيعتهم وللفاطميين ومستراحا لهم هذا الكلام يكون مناسبا للفترة الزمانية التي كانت زمان صادق وما بعد زمان إمامنا الصادق إن الدين وأهله بقوم ذليل ولولا ذلك لأسرع الناس إليه لأسرع الناس إلى مدينة قوم فخرب قوم وبطل أهله عدم دقة الزمائر بسبب الترجمة ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب قوم وبطل أهله فلم يكن حجة على سائر البلاد لأن المنظومة المعنوية حينئذ تتلاشى وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض ولم ينظروا لم ينظروا لم يمهلوا لم ينتظر فيهم لم ينتظر لهم ولم ينظر طرفة عين هذا الكلام يشير إلى الحقيقة التي أشرت إليها من أن الإمامة اتخذها مركزا وخزان احتياط لبرنامجه من هنا تأتي هذه الأوصار وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض ولم ينظر طرفة عين وإن البلايا مدفوعة عن قوم وأهله وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره يعني أن حال قوم سيبقى مرتبطا بالإمام منذ بروزها إلى ظهوره هذا يعني أننا في الزمن الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق ليس المراد من أهل قوم الذين يسكنون فيها المراد من أهل قوم الذين هم على المنهج القموي مثل ما جاء في رواية من الروايات يتحدث الإمام الصادق فيها عن خصائص القميين فيسأل رجل يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم الإمام قال نعم ومن يقول بمقالته إذن المراد القميون الذين لهم مقالة لهم عقيدة لهم منهج والذين يقولون بمقالته القضية ليست جغرافيا القضية ليست مجتمعا بشريا يقطن في مكان جغرافي معين القضية قضية عقيدة قضية منهج يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم السائل يسأل عن جغرافيا وعن مجتمع معين يقطن في مكان جغرافي قال نعم ومن يقول بمقالته حينما قال نعم هو لم يقل نعم يريد الجغرافيا وأهلها بقرنة ما جاء بعدها نعم ومن يقول بمقالته فهل لكل أهل قوم هناك منهج بعض القميين الذين لولاهم لضاع الدين وإلا فهذا الحديث لولا القميون لضاع الدين لا يقصد كل الذين يقطنون في قم إن كان ذلك في الزمان القديم أو في زماننا هذا وإنما هناك فئة هم الذين يقومون مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه ويجتمعون معه هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل وأنا أحدثكم عن المنظومة المعنوية لمدينة قم قلت من أن الإمامة اتخذها مقرا وخزانا احتياطيا لبرنامجه المهدوي عبر هؤلاء عبر هؤلاء القميين الذين لولاهم لضاع الدين ليس بالضرورة أن يعيشوا في مدينة قم وليس بالضرورة أن الذين يعيشون في مدينة قم هم من أصحاب المقالة القمية نعم ومن يقول بمقالتهم هناك مقالة قمية ويحسب ويحسب عليها كل من يقول بها وإن لم يكن قد رأى مدينة قم طيلة حياته ومات على ذلك القضية قضية منهج القضية قضية عقيدة ومن يقول بمقالتهم نذهب إلى أفاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسم لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق هذا الكلام لا ينطبق على الجغرافيا ولا ينطبق على مجتمع يختلط فيه الحابل بالنابل الصالح بالطالح الحديث هنا عن أصحاب المقالة القمية ومن يقول بمقالتهم وسيأتي زمان تكون بلدة قم بمنظومتها المعنوية وأهلها أصحاب المقالة القمية وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق بلدة قم بمنظومتها المعنوية وإلا ففي مدينة قم هناك أماكن للفساد فهل أن أماكن الفساد هذه تكون عجة من قبل الله على الخلائق أي منطق هذا هناك في قم هناك فساد أخلاقي هناك فساد ديني هناك وهناك مثل ما هو الحال في كل بقاع العالم الحديث عن بلدة قم عن منظومتها المعنوية التي أشرت إليها قبل قليل وأما أهلها الذين يكونون حجة على الآخرين فهم أصحاب المقالة القمية الذين قال عنهم أئمتنا لولا القميون لضاع الدين وَأَنَا أَقُلُّهَا لَكُمْ بِكُلِّ صَرَاحَةٍ هذه القناة منهجها قميون أنا لا أتحدث عن حوزة قم ولا أتحدث عن شعن سياسي يرتبط بإيران أنا أتحدث عن منهج ينمى إلى أهل البيت عبر الكليني وعبر النعماني وعبر ابن قولوي وعبر الشيخ الصفار محمد بن الحسن الصفار وعبر سعد الأشعري وعبر 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 أتحدث عن هذا المنهج وعن أصحاب هذه المقالة هؤلاء حدثتكم عنهم في برامة سابقة هؤلاء يتفقون على منهج عقائدي واضح هؤلاء هم القميون الذين لو لا هم لضاع الدين ليس بالضرورة أن ينتموا إلى المدينة جغرافية أو إلى أهلها اجتماعيا الأمر يرتبط بالمنهج وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدو وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم وأهله كما نسوا ذكر الله إذا أردنا أن نعود إلى دراسة تعريخ قم أيام الأمويين وأيام العباسيين وما بعد العباسيين هناك الكثير من المخططات التي خططت لقم للقضاء عليها ولكنها باءت بالفشل عبر التاريخ وقت الحلقة انتهى بل صار طويلا للحديث تتمة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى هذه الحلقات مهمة جدا تتعرفون من خلالها على الواقع المهدوي الذي نعيشه لا تنسوا عنوان مجموعة الحلقات هذه يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول وهذه هي الأخبار تتدفق عليكم عبر هذه الشاشة عبر الشاشة القمية العلوية الزهرائية المهدوية إنها شاشة القمر سألكم دعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله شكرا